أهلا بكم من جديد وحدة الرؤى التي تجمع دولة الإمارات ومصر تنعكس على سبل مواجهة التحديات المناخية فشراكة الاستراتيجية بين كوب 27 في مصر وكوب 28 المزمع عقدها في دولة الإمارات تصب في جهود العمل المناخي في الشرق الأوسط والعالم بسام المدهون والتفاصيل إيمانا بالتوافق دربا يضع دورات مؤتمرات المناخ المتعاقبة والأسية ماكوب الأممي في لوائح النجاح يطول الحديث هنا عما تتبناه دولة الإمارات ومصر من دور ريادي يغذي التنمية المستدامة والصديقة للبيئة بما فيه الخير لمستقبل البشرية وما استضافة مصر لأكبر وأهم مؤتمر يعنى بالمناخ ومن ثم احتضان الإمارات للنسخة 28 من المؤتمر ذاته إلا ترسيخا لدور استراتيجي يلعبه البلدان في ملف التغير المناخي بدءا من الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية وصولا إلى إيجاد التصالح بين البيئة والتنمية وبما تمتلكه دولة الإمارات من مقومات كبيرة لاستضافة الحدث العالمي كوب 28 كمشاريع التنمية المستدامة والطاقة الخضراء والمدن الصديقة للبيئة ومن بينها إكسبو عشرون عشرون فضلا عن إقامة وتنظيم منتدى المناخ في القمة العالمية للحكومات وأسبوع أبوظبي للاستدامة والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر تستكمل دولة الإمارات دور القاهرة وتوصياتها المرتقبة في الدورة الحالية بما يعزز باتجاه اتخاذ قرارات صارمة وضرورية للتكيف والتمويل مع قضايا المناخ وبثقل مصري يتبعه زخم إماراتي العام المقبل سيزيد من رسيد الدور الاستراتيجي الذي تلعبه أبوظبي والقاهرة مما سيعزز فرص تحقيق الفوائد والتأثير من خلال المجموعة العربية المعنية بشؤون البيئة على المستوى الوزاري في جامعة الدول العربية دور سيسهم في وضع الأطر والإبحار في حلول قضايا التغير المناخ ودولة الإمارات ركزت جل اهتمامها مبكرا على المشاكل والتحديات المتعلقة بتغير المناخ فأقرت استراتيجيات كثيرة من بينها مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 ومبادرة الابتكار الزراعي للمناخ مما يمهد الطريقة أمام استحقاق للدولة يأتي استكمالا لجهد جديد تتوجه القاهرة ما يشي بمستقبل تكون فيه المنطقة مشاركا فعالا في حلول الأزمة التي لا تقض مضاج عقادة الدول فقط وإنما البشرية جمعها